اذا كنت بدك تعرف كيف نحزف حساب بيجو لايف نهائيا تابع معي هذا الفيديو السلام عليكم عزائي المتابعين معكم المهندس السياسي اسماعيل من قناة عربتك بداية لما نفتح التطبيق رح يظهر معنا بهذه الواجهة رح نذهب الى خيار انا الموضح في اسفل اليسار ومن ثم نذهب الى خيار المسنن الموضح في اعلى اليسار بهذا الشكل الان احذف الحساب هو خدمي من خدمات ادارة الحساب فرح ندخل الى خيار ادارة الحساب وننتقل الى اسفل هذه الشاشة وهون عم بيقل نظم انخيار ملكية الحساب انه انت لما تحزف حسابك لازم تتأكد انه ما عندك اي عقود او خصائص تم الاتفاق عليها مع جهة خلاف الشركة الرسمية لبيجو لايف هذا الشيء رح يعرك العملية حزف الحساب بالاضافة الى انه لازم تتأكد انك موسق حسابك ببريد الكتروني ورقم هاتف وانا رح اترك لكم رابط فيديو وربط حساب بيجو لايف ببريد الكتروني ورقم هاتف في صندوق الوصف بالاضافة الى انه عملية حزف الحساب رح تلغي جميع التصنيفات اللي انت عاملها على حسابك يعني لو انك عامل فيديوهات على المفضلي او حتى معلومات الاصدقاء رح يتم حذفها نهائيا والان هذه هي عملية حذف الحساب ومن خيار حذف الحساب الموضح في اسفل يسار بالخط الاسود الغامع نضغط علي فرح ننتقل الى خيار عم بقلنا فيه انك انت لازم تدخل كلمة المرور لحتى تقدر انت تحزف حسابك فرح نكتب نحن كلمة المرور بهذا الشكل ومن ثم نضغط على التالي في حال انت حافظ كلمة المرور اما في حال ما نحافظ كلمة المرور اضغط على طرق التحقق الاخرى بامكانك تستخدم حساب جوجل اي البريد الالكتروني او رقب الهاتف انا رح اختار حساب جوجل بهذا الشكل الان اخذ لي البريد الالكتروني اللي انا منشأ عليه حساب بيجو لايف والان نضغط على كلمة التالي بهذا الشكل وهون عم بقل لك مجموعة من الشروط في حال انت كنت محققة رح يوضع لك اشارة صح بهذا الشكل الشروط تعتمد على انه يكون حسابك امن والحساب ما بيكون امن الا اذا كان مربوط بكلمة سر بالاضافة لبريد الالكتروني ورقب اما الخيار الثاني فهو عم بيقل لك انه ملازم حسابك يحتوي على كمية فاصولية او الماس او حتى عملات كبيري اما الخيار الثالث انه عم بيقل لك ملازم يكون حسابك هو حساب رسمي مثل حسابات الوكالي او ما شابه ذلك اما الخيار الرابع فعم بيقل لك انه ملازم يكون عندك مشكلة بينك وبين اي حدا موجود على بيجو لايف وحابب تهذف حسابك لانه هذه العملية تعتبر ايضا انتهاك مثلا انت قمت بازعاج شخص ومن ثم بدك تهذف حسابك سياسة بيجو لايف تمنع هذا الموضوع وهو يحط لاشارة صح عن جميع الخيارات فبضغط على تأكيد ومتابعة بهذا الشكل وهون عم بيقل لازم تقرأ انت مجموعة من الشروط قبل ما تبدأ عملية حذف الحساب عم بيقل لك انه انه انت لما تهذف حسابك ما عد فيك تسجل دخول او حتى تستعيده من الاساس بالاضافة لانه انت ما عد فيك تسترد اي عنصر اشتريت ضمن التطبيق انا هون قصدي على الفاصولي او على الماسات وفي حال كان عندك عائلي على بيجو لايف وانت قائد هذه العائلي فما رح تقبل لك الشركي طلب حسف الحساب وبعد الانتهاء من قراءة جميع المعلومات هون بنضغط على هذا الخيار يعني انت قرأت وموافق على جميع الشروط اللي حكينها وبتضغط على زر حسف الحساب بهذا الشكل الان عم بيقلك انه انت معك عشرين يوم في حال حبيت تغير رأيك فينا نستعيد حسابك اما بعد هذه العشرين يوم ما عد فيك تسترده ابدا فرح اضغط على حذف الحساب يعني تأكيد عملية الالغاء وهيك عم بيقلك تم حذف الحساب بنجاح وعدنا للصفحة الرئيسية الخاصة ببيجو لايف بدنا نرجع نسجل دخول معنا مدة عشرين يوم اشتركوا في القناة